اشتركوا في القناة 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 مجموعة كربونيل ومجموعة هيدروكسيل اذا السيغة العامة للاحماض الكربوكسيلية من اسمها احماض كربوكسيلية اي بمعنى انها تحتوي على مجموعة الكربوكسيل اللي رمزها سي او او اتش اذا لدينا الان الاحماض الكربوكسيلية تتكون مجموعتين من الكربونيل وايش هيدروكسيل الكربونيل ذكرناها في اي درس في درس الالدهيدات ودرس ها درس الالدهيدات ودرس الكيتونات طيب مجموعة الهيدروكسيل ذكرناها في اي مجموعة او في اي درس في درس الكحولات اذا مجموعة او الاحماض الكربوكسيلية تتكون من مجموعتين مجموعة هيدروكسيل زايداً مجموعة كربونيل مرتبطين من مين؟ مرتبطين بـ R مرتبطين بـ R وأتوقع أنكم عارفين إيش معنى R وقلنا R هو الجذر الجذر إيش؟ الألكيلي الجذر الألكيلي إذن الأحماض الكربوكسيلية هي مركبات عضوية تحتوي على مجموعة الكربوكسيل وقلنا أن مجموعة الكربوكسيل هي إيش؟ هي عبارة عن مجموعة كربونيل ومجموعة هيدروكسيل تكتب بالسيغة هذه اللي هنا أو تكتب بالصيغة هذه اللي هنا على حسب إيش على حسب الصيغة وهذه وهذا تكوينهم لاحظ معي هنا أنه برضو الصيغة العامة لهم من كربونيل و OH وهذه الرسمة البنائية لهم لاحظوا أنه هنا عن ذي R وهنا كربونيل وهنا مجموعة OH طيب ما المقصود بمجموعة الكربونيل أو الكربوكسيل عفوا ما المقصود بمجموعة الكربوكسيل وتوقع أننا أجبتكم على السؤال هذا وش المقصود بمجموعة الكربوكسيل قلنا قبل شوي أن مجموعة الكربوكسيل مكونة من مجموعتين المجموعة الأولى مجموعة ناتجة من اتحاد كربونيل مع هيدروكسيل إذن المقصود بمجموعة الكربوكسيل هي ناتجة من اتحاد مجموعة كربونيل مجموعة كربونيل مع مين كربونيل مع مين يا شباب كربونيل مع OH كربونيل مع O H لاحظ عندي هنا أنه في عندي مجموعة كربونيل مع H هذه كربونيل وهذه O H اللي هي الهيدروكسيل اللي هي الهيدروكسيل إذا مجموعة الكربونيل قلنا أن مجموعة الهيدروكسيل تتكون من كربونيل وهيدروكسيل وهيدروكسيل وقلنا أنها تكتب بصيغتين أما بالصيغة الشكل هذا أو بالصيغة بالصيغة هذه على حسب إيش على حسب الصيغة اللي موجودة عندك كلهم نفس بعض يعني إذا شفت الصيغة هذي او السيغة هذي هي كله بنفس بعض يعني لا تيجي تشوف الشكل هذا وتقول اوه الشكل هذا اه غريب علي لا ما هو غريب شكل هذا ما هو غريب هو نفسه هذا كذلك لابد انك تميز ما بين ما بين الاحماض الكربوكسيلية ومين والكحولات الكحولات السيغة العامل هم ايش يا شufactب بيada الح ار ايش ار اوه صح ون كحولة الوه مرتبط بمين في الكحول مرتبط بمين بالار لكن cał مرتبط hilzia بمين مجموعة الكربونين فلازم تميز بينهم لازم تميز ما بين الكحول والكربوكسيل الحمض الكربوكسيلي الحمض الكربوكسيلي وقلنا انه غالبا انها تكتب بالشكل هذا اللي هو COOH COOH يعني صيغة الأحمض صيغة الأحمض الطريقة الشيعية بالنسبة للتسمية التسمية طريقة الشيعية انتم سمعتم عن شيء اسمه حمض 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 صح توقع انك عارف في حياتك اللومية انك سمعت كلمة حمض وش المقصود بكلمة حمض يعني هي المركبات التي تحتوي على مجموعة الهيدروكسيل الهيدروكسيل كذلك الاسامة اللي موجودة عندنا في حيات اللومية هي عبارة عن اسامي شائعة اسامي شائعة مثل ايش مثل حمض الفورميك حمض الفورميك او حمض النمل الاسعة هذيك اللي قبل شوي قلناها في النمل هي عبارة عن ايش هي عبارة عن حرارة مين الحمض لان الاحماض والعادة حارة واضح السيغة العامة لحمض النمل يسمى حمض النمل او حمض الفورميك النمل او الفورميك كلهم نفس بعض السيغة العامة لهم ايش انه ابسط انواع الاحماض الذي يحتوي على ذرة كربون واحدة اللي رمزه سي اتش سي او او اتش اذا ما رمز حمض الفورميك تقول هو اتش سي او او اتش اللي هو ابسط انواع الاحماض ابسط انواع الاحماض طيب النوع الثاني او الحمض الثاني هو عبارة عن حمض الاسيتيك سمى اتش 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 ات طيب الذي يحتوي على أربع ذرات كربون واحد ثنين ثلاثة أربعة إيش نسميه؟ نسميه حمض البيوتريك أو حمض الزبدة أو حمض الزبدة الذي يحتوي على أربع ذرات كربون بعد كذا الذي يحتوي أو حمض الأقزليك آه حمض الأقزليك يحتوي على كم؟ لاحظ أن حمض الأقزليك يا شباب يحتوي أو رمزه H-O-O-C C-O-O-H بمعنى أن يحتوي على إيش يا شباب؟ هذه المجموعة السمناها وهذا المجموعة السمناها لاحظ أن حمض الأقزليك اللي هو الأقزليك أسد يحتوي على مجموعتين من إيش؟ من الكربوكسيل يحتوي على مجموعتين من الكربوكسيل الكربوكسيل هذا وش معناته؟ معناته أنه في عندي أنواع متعددة من الأحماض تذكرون لما نأخذنا الكحولات وقلنا عندي ثلاثة أنواع من الكحولات كذلك الأمينات ثلاثة أنواع من الأمينات كذلك الأحماض اللي بنأخذها بعد شوي تحتوي على أنواع متعددة من الأحماض إذن الذي يحتوي على مجموعتين كربوكسيل سمناه أقزليك أسد أقزليك أسد طيب هذا بالنسبة للتسمية الشاعة طيب التسمية النظامية اللي هي الأيوباك التسمية النظامية اللي هي الأيوباك الأيوباك لاحبوا أن الصيغة العامة دائما يا شباب عندنا إيش؟ الصيغة العامة دائما أو الحمض الكربوكسيلي دائما يحتوي على شق واحد على شق واحد بمعنى أنه على اليمين مجموعة هيدروكسيل صح؟ بالتالي ما في شيء يمين علشان أنا أقول يعني أبدأ من اليمين ولا من الإسار إذا بأبدأ لابد أني أبدأ من وين؟ من ذرة الكربون هذه واضح؟ لابد أني أبدأ من ذرة الكربون هذه إذن الخطوة الأولى نرقم ذرة الكربون بدأ من مجموعة الكربوكسيل لاحظ في بعض الأخطاء اللي يقعوا فيها الطلاب بعضهم ما يرقمون المجموعة هذه أي ذرة كربون لابد أنها ترقم في السلسلة فأنت لما تجي ترقم رقم من الأولى لا تجي ترقم من الثاني تقول واحد واثنين لا لابد أنك ترقم مجموعة الكربونين نفسها لأنه أساسا تحتوي على كربون إذن لما تجي ترقم ترقم من مجموعة الكربونين نفسها تذكرون الألدهيد اللي رمزه C-O-H ها تذكرون ممكننا نرقم من ذرة الكربونين نفسها صح نرقم من ذرة الكربونين نفسها هذا كذلك في مجموعة مين مجموعة الكربوكسيل الكربوكسيل لأجل كذا إذا جيت برقم أقول واحد اثنين ثلاثة هذه فقط الخطوة الأولى الخطوة الثانية نرتب الفروع أبجدياً وتسبقها أرقام ذرات الكربون المتفرعة نفس الطريقة العادية أتوقع أنكم استعبتم معنى كلمة فروع وكيف أقدر أكتب الفرع صح؟ أو لا إذن هنا لو كان عندي الشكل هذا لو كان عندي الشكل هذا لاحظ إيش اللي عندي هنا اللي عندي إنه هذه تعتبر فرع وهذه السلسلة اللي اخترناها هذه أطول سلسلة خلاص ثم بعد كذا رقمنا رقمنا من مجموعة الكربونيل واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة طيب بعد كذا إيش اللي صار اللي صار يقول إنه مجموعة الميثيل اللي هنا أصبحت أصبحت إيش فرع لأنها خارجة من السلسلة إذن في الحالة هذه دائما إنه أنا عندي فرع لابد إن أكتب اسم الفرع طيب كيف أكتب اسم الفرع زي ما أنتم معارفين ها يا شباب كيف أكتب اسم فرع عندي زي كذا موجود على درة كربون رقم ثنين إذن أقول إيش ثنين ها ثنين إيش شرطة وقلنا لك يومي أفصل ما بين الأرقام والأحرف أضع شرطة حسنت إذن أقول ثنين ميثيل ليش ميثيل لأنه أنا عندي مجموعة الميثيل هنا وليش قلت إثنين لأنه عندي رقم إثنين مجموعة الميثيل موجودة على درة كربون رقم إثنين باقي في فرع عندي لا ما فيه أشي الخطوة اللي بعدها الخطوة اللي بعدها باقي فيه شي فروع ما فيه فروع إذن الخطوة اللي بعدها نكمل اللي هي إيش بعد الانتهاء من تسمية التفرعات نكتب كلمة حمض ثم اسم الألكان ويضافه لآخره ويك ها شلوان كذا حنا خلصنا من الميثيل صح خلصنا من الفرع يقول بعد ما تخلص من الفرع أكتب كلمة حمض هذه حمض خلاص ليش حمض لكي أميز إنه المركب عندي مركب حمضي لكي أميز إن المركب عندي مركب حمضي بعد كذا إيش أكتب اسم الألكان اها إيش اسم الألكان الذي يحتوي على ثلاث ذرات كربون واحد واثنين ثلاثة حنا قلنا ميثان إيثان بروبان إذن أقول برو بان برو بان خلصنا لا ما خلصنا إيش بقي عندي يقول ويضافه لآخره المقطع ويك ليش أقول ويك علشان أميز إنه هذا عندي حمض حمض أضيف له المقطع واو يا يعني الاسم النهائي لهذا المركب الاسم النهائي لهذا المركب هو إيش يا شباب هو اثنين مثيل حمض البروبانويك اثنين مثيل حمض البروبانويك البروبانويك طيب لدينا هذه الأمثلة نحلها مع بعض طيب خلنا نشوف المثال الأول يحتوي على إيش ها المثال الأول أول شيء لابد أنك تحدد إيش نوع المجموعة اللي عندي عندك مركب لابد أنك تحدد نوع المجموعة الوظيفية اللي موجودة حن عندنا إيش المجموعة اللي وضيفية عندي هنا والله عندي مجموعة عندي مجموعة إيش مجموعة الكربوكسيل بما أن مجموعة الكربوكسيل معنات الحمض طيب الحمض اختار أطول سلسلة هذه أطول سلسلة لأننا ما في شيء غيرها طيب الفرع فيه فرع إيوه فيه عندي البي آر فيه عندي البي آر البي آر على دورة كاربون رقم كم رقم اثنين إذا نشأقول الاسم اثنين ها اثنين ايش برومو اثنين برومو ليش برومو لانه البيئة الرمز ايش البروم باقي في فرع لا ما فيه وحنا قلنا ان المركب عندي مركب حمضي مركب حمضي اذا اضيف كلمة حمض ها ايش بعد كلمة حمض بعدين ايش المركب الذي او الالكان الذي يحتوي على ثلاث ذرات كربون مي ثان اي ثان برو بان اذا اقول برو بان ولك يميز انه حمض كربوكسيلي لابد ان نضيف واو يا كاف واو يا كاف واو يا كاف اللي هو هذا خلاص يا شباب هذا بالنسبة للتسمية المركب الاول التسمية المركب الاول طيب الثاني الثاني يا شباب الثاني كم عندي مجموعة تفرع هنا كم عندي مجموعة تفرع لاحظ اني عندي الفرع الاول هنا والفرع الثاني هنا وهذه اطل سنسلة خلاص طيب التفرع عندي على ذرة كربون رقم كم رقم اثنين رقم اثنين اذا اقول ايش ها على ذرة كربون رقم اثنين كم عندي فرع عندي فرعين عندي فرعين اذا في الحالة هذه الفرعين هذولي متشابهين اذا اقول ايش اثنين فاصلة فاصلة ايش ثنين ليش قلت اثنين فاصلة ثنين لانه عندي على ذرة الكربون رقم اثنين في عندي فرعين وجميع الفرعين متشابهين اذا اقول ثنين فاصلة ثنين ثنائي هنا شرطة ثنائي ليش ثنائي ليش ثنائي يا شباب لانه عندي مجموعتين من مثيل اذا اقول ثنائي مثيل باقي في شيء باقي الحمض ها هل هو درسنا حمض ايش حمض حمض ايش الذي يحتوي على أربع ضرات كربون ميثان ايثان بروبان بيوتان بيوتان واضيف له ايش اضيف له ايش يا شباب ويك ليش ويك لأنه حمض كربوكسيلي لأنه حمض كربوكسيلي كربوكسيلي طيب الاخير ايش اسمه واضح من شكله أنه عبارة عن ذرتين حمض اذا اقول ايش اذا اقول ميثان ايثان حمض ايثان ويك واضح يا اخوان هذه فقط في التسمية النظامية وهذا التسمية لديك على السبورة على السبورة طيب التدريب الثاني واجب التدريب الثاني واجب وسهل وبسيط يعني سهل وبسيط لاحظ أني عندي ذرة كربون واحدة هنا وهنا ثلاث ذرات كربون حنا ما اخذيناه كلها طيب خواصة الاحماد ناخذها على عجالة خواصة الاحماد الرابط الهيدروجيني هل تتوقعون أنه في رابط هيدروجيني تتشكل؟ ايه ونعم تتشكل رابط هيدروجيني ليش؟ لأنه وجود عندي ايش؟ بين المركبات لاحظ أنه بين المركبات بمعنى أنه مجموعتين كربوكسيل تتحد مع مجموعة ثانية وتشكل عندي ايش؟ رابطة هيدروجينية رابطة هيدروجينية والرابطة الهيدروجينية في الاحماد مهمة جدا 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 والسبب أنه وجود الرابطة الهيدروجينية في الاحماد تجعلها ايش؟ أكثر ذائبية في الماء تجعلها أكثر ذائبية في الماء بسبب وجود الرابطة الهيدروجينية بسبب وجود الرابطة الهيدروجينية كذلك ايش؟ كذلك ايش يا شباب؟ كذلك القطبية كذلك تجعلها أكثر قطبية من مين؟ من المركبات الثانية سواء الكحول أو الالدهيد أو الكيتون أو ما إلى ذلك أو ما إلى ذلك إذن وجود الرابط الهيدروجيني في الأحماض تجعلها أكثر قطبية وأكثر ذوبانية طيب التأثير المذاق الأحماض عبارة عن إيش يا شباب الأحماض؟ الأحماض عبارة عن طعمها لاذع صح؟ طعمها لاذع زي مثلاً الليمون كذلك تحول ورق تباع الشمس إلى إيش؟ إلى اللون الأحمر إلى اللون الأحمر هذا فقط خواص كذلك درجة الغليان وجود مجموعة الهيدروجينية تجعل درجة الغليان هاي يا شباب مرتفعة أو منخفضة؟ عارفين أنه في الكحول أنه وجود عندي مجموعة رابطة الهيدروجينية تجعل الكحولات درجة غليانها مرتفعة طيب وين أكثر درجة غليان الحمض ولا درجة غليان الكحول؟ درجة غليان الكحول والسبب أنه في عندي مجموعتين إيش؟ مجموعة كربونيل ومجموعة هيدروكسيل مجموعة كربونيل ومجموعة هيدروكسيل لو قيبنا مثلاً البيوتان درجة غليانه مثلاً صفر وإذا كان الميثانول درجة غليانه 64 فأنه حمض الميثانويك بيكون 100 وحاجة ليش؟ لأنه وجود مجموعة كربونيل كذلك مجموعة أو الرابطة الهيدروجينية تزيد من درجة غليان المركب تزيد من درجة غليان المركب وبالتالي عند إذابتها بالماء تتأين بشكل ضعيف وتنتج آيون الهيدرونيوم لو كان لدينا حمض الخل يتحد مع الماء فأنه يتحول على شكل آيون لاحظوا أنه عندي على شكل آيون ينفصل في الماء كلمة التأيون معنات أنه يتحول إلى آيونات ذائبة في الماء فهو عندي حمض الخل يتأين ويتحول إلى آيون الهيدرونيوم وهنا سؤال يقول تعتبر لحماض الكربوكسيلية ذات درجة غليان عالية ليش؟ قلنا لأنه يحتوي على رابطة على ترابط بين جزئات الأحماض العضوية ترابط بين جزئات الأحماض العضوية وبالنسبة لأنواع الأحماض الكربوكسيلية تعتمد على إيش؟ تعتمد أول شيء على مجموعة الكربوكسيل إذا كان كربوكسيل واحدة زي هذا اللي أخذناه فأنه حادي طيب إذا كان ثناية زي الأكزاليك اللي قبل شوي أخذناه فإنه ثناية شوف الأكزاليك يحتوي على مجموعتين كربوكسيل مجموعتين كربوكسيل وإذا كان أكثر من ثلاثة مجاميع مثل السيترك حمض السيترك يحتوي على أكثر من مجموعة كربوكسيل إذن الأحماض عندي ثلاثة أنواع أولي وثانوي وعديد أول وثانوي وعديد يقول تميز الأحماض بأن طعمها قبل وشوية أخذنا لاذع طعمها لاذع وهذا عندك تقويم تحاول أن تحله في البيت تقويم وتحاول أن تحله في البيت طيب تعلمنا اليوم يا شباب تعريف الأحماض الكربوكسيلية والصيغة العامة لهم يحتوي على مجموعة كربونيل ومجموعة هيدروكسيل كذلك تسميتها قلنا نبدأ دائما من مجموعة الكربونيل أو مجموعة الكربوكسيل وخواصها قلنا تحتوي على رابطة هيدروجينية فبالتالي لديها القطبية وذائبة في الماء بشكل أكبر وتأثيرها ومذاقها ودرجة غلايانها عالية جدا أقوى من أي شيء ثاني وأنواعها أما أحادية الكربوكسيل أو ثنائية الكربوكسيل أو ثلاثة عديدة الكربوكسيل هذا ما لدينا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين